في الطائرة كمان وبالتحديد مع فريق أنسات الأهلي قدر يفوز بلقب البطولة العربية اللي خلصت انبارح بالقاهرة الأهلي بخيادة مديره الفني حمد الصافي قدر يفوز في كل مبارياته بالبطولة وبنتيجة واحدة برضو 3-0 مبروك لفريق النادي الأهلي ونتيجة الحقيقة كويسة جدا ودايما منبسط لما يكون فيه فريق أو فرق للأنسات والسيدات بيكساب بطولات عربية أو حتى قرية في حاجة كويسة جدا دعونا نشوف التقرير عن البطولة لسشيوة يبسط لما تجيز ودايما منبسط للبيان ودايما منبسط لما تقريرته ودايما منبسط للبيان الحمد لله دي البطولة الرابعة لنا الموسم دوت بشكر البنات اللاعبات بتاعنا بنات تعبوا جدا الفترة اللي فاتت ولسه عندهم تعب وموجود الفترة الجاية بشكر جمهور النادي الاهلي اللي وقفت ورانا النهاردة واستجابت لندقنا ان هي تيجي النهاردة جمهور فعلا جمهور عظيم زي ما بتقال عليه بشكر مجلس دارتي الاهلي اللي دعم الفرقة ووقف وراها وما بخلش عليها عشان نقدر نحقق الانجازات دي وبنوعادهم ان شاء الله بإذن الله ان احنا هنتعب وهنتعب وان شاء الله نحقق بطولات جاية الحمدلله هاي البطولة كاية صعبة بس الحمدلله احنا كنوا مستعدين لها كويس ويعني كنوا قويين الفئة اللي قدامنا كويس دي من اقوى الفئة اللي بنقابلها قافوكة بيبقى ناطش ومسسهل بالنسبان بيبقى من الملشات الصعبة بس الحمدلله بمساعدة الجمهور وطبعا ربنا اقول حاجة والجهاز الفني دعمنا نتخططوهم الحمدلله يعني شكا والبطولة دي لهم يعني ما كناش هننكسبها من غيرهم طبعا الحمدلله ان احنا بطولة على ارضنا واحنا كان نفسينا جدا نكسبها بقالنا كتير ما لعبناش على ارضنا ووسط جمهورنا كانت صعبة طبعا بكل صرفها وصرف الفرق اللي عدنا بيها فطبعا الحمدلله ان ربنا كرمنا في الاشر تعال مرة تلعبوا قدام الكبور الكبير ده اه لان الجمهور ما منوع يدخل الصلاة فاول مرة نلعب وسط جمهورنا بالمنزر ده المستوى اللي لعبنا بي ده ما كانش مستوانا كنا قادرين نكسب ونلعب اكتر واكتر واكتر بس معلش عمدلله مرة الجاية لسه لسه في قدام المباراة كانت هي خادرين نلعبوه احسر لانا اللي عبت بتاعنا مشين متعاودين بالجمهور وحنا ما ركزتناش كترتها في الاستقبال الاهلي اللي فاسلين هذه المباراة في الارسال وحنا كنت عندنا المشكلة لعبات خايفين لانا هذيك المشكلة اللي كانت في الاستقبال ما كانش اللي حكول رفع وهذي كنا نشكر على الاهلي المبرك عليهم مرتبة الاولى انا الحمدلله لأول مرة غاد نشارك في شي بوطولة يعني اول تجربة لي والحمدلله أنا كنت كنسمع بالفريق الجزائري والفريق المصري كنت كنسمع بيهم والحمدلله مجيت ولعبت معهم في الاول كنا خايفين ولكن من بعد دخلت من بعد دخلت ودرت ذاك شي لعليا يعني طبق ذاك شي لعندي والحمدلله احنا فرحانين بزاك في هذه المرتبة الثالثة لانا اول مشاركة لنا اولا اشكر جميع من ساهم في تنظيم دورة 18 للبطولة العربية الاندية البطالة اظن بانه اليوم شاهدنا جمهور كبير جدا بحكم اننا نحب رياضة القرى الطائرة نتمنى بان جميع المباريات ان تكون القاعات مليئة بهذا الجمهور الذي يعطي حيوية لللاعبين شكرا شكرا شكرا